تمر الأيام والمناسبات والفعاليات الاحتجاجية والتضامنية مع الصحفيين المختطفين ووحدهم يبقون في معتقلات الميليشيات الحوثية دخل أقلبهم العام الخامس من الاختطاف والإخفاء القسري في مأرب وبالتزامن مع يوم الصحافة اليمني الذي يصادف التاسع من يونيو نظم عدد من الصحفيين والمؤسسات والمنظمات الإعلامية وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المختطفين ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي لحقت بالصحافة والصحفيين في اليمن منذ الانقلاب يقبع عشرات الصحفيين اليمنيين في السجون وصودرت عشرات الوسائل الإعلامية وقتل أكثر من أربعين صحفيين خلال أربعة أعوام فقط وما تزال الصحافة في اليمن تتعرض لحرب شعواء ممنهجة ازدادت وطيرتها من قبل جماعة الحوثي التي ارتخبت أكثر من أربعة ألف ومائتين وثمانين انتهاكا خلال العام الماضي 2018 فقط يرفض المحتجون بحسب البيان توظيف قضية المختطفين وتسييسها حيث يرى هؤلاء أن قضية زملائهم إنسانية بحتة محملين أطراف الصراع تبعت استخدام الصحفيين ورقة سياسية في المفاوضات ممارست بحقهم صنف شتى من التعذيب والتحقيقات حتى أصبحت حالتهم الصحية في تدهور مستمر بالإضافة إلى معاناة أسرهم البالغة نطالب بدورنا منظمات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارست ضغط أكبر على ميليشيات الحوثي بالإفراج الفوري والسريع له لصحفيين والتدخل الفوري لإنقاذهم تقول المعلومات إن 24 صحفيا مختطفا نتيجة رفضهم للإنقلاب وهو ما يستوجب من الشرعية صرف مستحكات المختطفين وتعويضهم ومعاقبة المتورطين بإخفائهم وتعذيبهم كما أن عليها مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي من أجل الإفراج عن الصحفيين خليل الطويل قناة بلقيس مأرب